قبل بعد المقطع يا حبايب طلب بسيط منكم راح حطوكم رابط قناة بالوصف اتمنى من الكل اللي راح يشترك بها قناة تقدم محتوى انتقاد محتوى جدا ما تقعب عليه ولكن صراح ما كوا عليه وايداعم فاتمنى من جيش مملكة القصص انو يروح يفجر القناة باللايكات والاشتراكات والتعليقات ويلا نبدأ المقصر الخبر الاول اللي عدنا عن نارين بيوتي وسفرها للسويت طبع بدس بالمايعرف فنارين بيوتي صار لها فترة بالامارات تقريبا لكن رغم هذه الفترة إلا الآن ملتغطية بأنس وبيسان ولا حتى موفلوك ورغم أنه كلهم من دبي لكن طبع هذا يوضح أنه أكون مشكلة صغيرة بيناتهم وأنهم من يحكوني بعض ريمبيوتي نزلت على حسبها بالإنستغرام شوية ستوريات واللي كانت من داخل الطيارة ومن باللسبة للستوري الثاني فشانت بينا ريمبيوتي كاتبا سويد تايم وهذا الستوري الأخير اللي كانت كاتبا بي أنا فراولا طبعا يا حبايب للمعلومة بس نعرف شو المشكلة اللي صار بينها بين موفلوك وحتوي أنس وبيسان وحدثات اللي كان بيني وبين بيسان ولكن نحن نقول لكم إياها بعدين عليكم ان تكونوا بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر الخبر الثاني اللي عدنا على مفاجأات اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عدنا هو محمد أجواني فاجوان نزعلها سبب بالإنستغرام هذا البوست واللي كان كاتب بي أنه أغنية أن أجواني كانت هي آخر أغنية في 2020 ولكن أغنية الجزية ديشتور عليها حالي حتكون نار كم يوم رح يألننا عن موعج قيمة حمسين واليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو أحمد أبو الرف فأحمد نزعلها سبب بالإنستغرام شوي تستوريات اللي كان بيها هنودي أوسم من خلالها أنه رح يصوروا المقطع الجزء الثالث للكيبوب خطقوا هذه الاستوري شوفوا أبو الرب قلنا نسوي فيديو عن الكيبوب الخبر الثالث اللي عدنا عده هجم المتابعين على أنس وبيسان فأناس وبيسان نزلوا على ساب بيسان بالتك توك هذا المقطع ولدخلوا على هذا المقطع ودخلوا على التعليق رح شوفون أن كل التعليق مكتب عليها جيش مملكة القصة واللي طبعا يتهجمون ويسبون أنس وبيسان واللي كشفهم على حقيقتهم أنه أنس شايبو رجال ونصابه حرام يحاولون يكشفوه على حقيقته مكتبون يا حبائي بلكومنتشو ركوب هذا الخبر هو لما يستحقون هذا التهجم اللي يتعرضون له أو لا الخبر الرابع اللي عدنا عدنا على المتابعين وكشفهم الحقيقة أنس وبيسان اسماعيل واخفوهم لكلمة شات من التعليقات اللي عدهم أما ليساء عن السبب فمثما تعرفون أنس شايبو رجال نزلت هذو المقطعين شرحت بهذا الموضوع أما بالنسبة للدليل ندخل على هذا المقطع نزل ونزل بيعاد تعليقات ونزل بيعاد تعليقات ونزل بكلمة شات بعدها نروح لكلمة الاحدث أول عمودها فالتعليق والتعليق للأشخاص الأرقاء ورايا بعدما نرى فهم زين يروحون غير الحساب ونرى هل التعليق سيطلع للناس أو لا بعدما نرى السبب ونزل بيعاد تعليقات ونروح لكلمة الاحدث أولا راح يشوف أنه تعليق مظهر ونما تعليقات والأشخاص الثانيين مثل ما شايفين فاكتبونا يا حبائي بلكم التنشير لكم بهذا الخبر وحركة أنس وبيسان بخفوهم لإنس المشاهد من التعليقات اللي عدهم عمود ما يكشفون حقيقة أنه هم رجال الخبر الخامس اللي عدنا عن مريانا غريب وعتراف أنه هي تحب أو لا مريانا نزلت على حسابها بالإنستغرام لكارير mengopt بعد نسبة ثالث واحد من مصدقائي صار 3 سنوات واحد من العيلة فهي تختارة على حساب طبنجا أما الثاني وضع تخيلها أنها تاصلت على حساب طبنجا وكأن لها تق chosen ребен τους فاكتبوني يا حباي بالكومنتاج شوريكم برد ماريانا بعد هذه الأسئلة وصلنا نهاية المقطع يا حباي برحطوكم رابط للقناة بالوصف موتنسو تروح تشاركو بيها وتفجروها بالكومنتاج جيف من بلكت الخصص وبس جاءكم في زباقات من بلكت الخصص مع السلامة